في ظل ما يتعرض له أسران البواسل من انتهاكات لحقوقهم وتنص لإدارة سجون الاحتلال من كل التفاهمات التي تمت مع الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين أقيمت وقفة دعم وإسناد أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطول كرم أوضاع الحركة الأسيرة تزداد سؤال يوم بعد اليوم وهناك رسالة أيضا من الحركة الأسيرة لحكومة الاحتلال أنها ستتوحد وستكون بمجموعة من الخطوات ضد كل السياسات التي سوف تتخذها واتخذت حكومة الاحتلال في المرحلة القادمة إن شاء الله يجب أن تحاكم أيضا حكومة الاحتلال وتحاسب على الجرائم الطبية بحق أبنائنا الأسرى تستمر إدارة سجون الاحتلال بسياساتها التعسفية والتنكيلية التي تمارسها بحق الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والمتمثلة بسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي ومنع الزيارات واقتحام أقسام الأسرى والتنكيل بهم اليوم الأسرى بتعرضوا لا هجم شارسي يعني شفنا في مرحلة الأخيرة كيف نكث المرحلة السجون وعودها مع الأسرى المضمين عن طعام وعادة تجديد اعتقاله مرة أخرى الظروف الصحية وناصر ابو حميد وما يعانيه من حال حرج جدا وعدم القدرة على أنه يخلو السبيل حتى يموت عند أهله يعني بيحضروا أم ووالدته زيارات وما يعني حرمان الزيارات لأي طارق يعني بيحرم كل السجون من الزيارات التنكيل في أباب الزيارات والملابس يعني الناس كثير متعرض يعني لنحرم الزيارات يستمر الحراك الشعبي المساند والداعم للأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة والتي كافلتها كل القرارات والقوانين الدولية لا تتوقف سياسات إدارة سجون الاحتلال التعسفية والتنكيلية التي تمارسها بحق أسران البواسل الذين يجابهونها بصمودهم وصبرهم حتى تحقيق كافة مطالبهم بالحرية وطبيض السجون محمد الخطيب تلفزيون في أسطين طول كرم